أكد أندريا دومينيكو رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا أن الأرواح في غزة معلقة بخيط رفيع بسبب نفاذ الوقود والإمدادات الطبية وشدد دومينيكو على أن البنية التحتية الحيوية في المستشفى تعرضت للضرر بما في ذلك خزنات المياه ومحطات الأكسجين ومرفق القلب والأوعية الدموية وجناح الولادة ندعو الجميع إلى احترام المستشفيات أن القانون الإنساني الدولي يحمي المستشفيات والعاملين في المجال الطبي على وجه التحديد لا ينبغي أن تصبح المستشفيات وأماكن للحرب وأي عملية عسكرية حول المستشفى أو فيه يجب أن تتخذ خطوات لحماية المرضى ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة بما في ذلك التحذيرات الفاعلة التي تأخذ في الاعتبار قدرة المرضى وطاقم الطبية وغيرهم من المدنيين على الإخلاء بأمان وهو التحدي الأكبر الذي نواجهه في الوقت الحالي لأن لدينا العديد من المرضى والعاملين الذين يرفضون التخلي عن هؤلاء المرضى ممن لا يستطيعون التحرك ترجمة نانسي قنقر